السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون الكوت وافقت اللجنة المالية البرلمانية اليوم على مقترح بقانون بعدم جواز رفع أسعار السلع والخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن إلا بالرجوع إلى مجلس الأمة وإلغاء زيادة الوقود والكهرباء والماء وعودتها للتعرفة السابقة من جهتها أكدت اللجنة الصحية البرلمانية إمكانية ضم ربات البيوت لبطاقة عافية للتأمين يأتي ذلك فيما لا يزال طلب تعديل المادة 79 من الدستور محل شد وجذب بين النواب في أرويقة مجلس الأمة وافقت اللجنة المالية البرلمانية اليوم على مقترح بقانون بشأن عدم جواز رفع السلع والخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن وإلغاء زيادة الوقود وقالت مقررة اللجنة أن لجنة أنجزت تغريرها النهائي وهي بصدد رفعه إلى مجلس الأمة للتصويت عليه مشيرة إلى أن التغرير يتضمن عدم جواز زيادة الرسوم والتكاليف المالية المقررة على السلع والخدمات المدعومة التي تقدمها الحكومة للمواطنين إلا بقانون صادر من مجلس الأمة لا تجوز زيادة الرسوم والتكاليف المالية المقررة على السلع والخدمات والمنتجات المدعومة التي تقدمها الدولة للمواطنين إلا بقانون صادر من مجلس الأمة مع تثبيت أسعار الوقود لما كانت عليه قبل تاريخ 1-9-2016 بدون أثر رجعي مادة ثانية تم الموافقة عليها يلغى القانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء من جهة أخرى بحثت اللجنة الصحية في اجتماعها ومسؤول وزارة الصحة اليوم ملف التأمين الصحي للمتقاعدين عافية وقال عضو اللجنة النائب يوسف الفضالة أنه تم طرح واقتراح بشأن إضافة ربات البيوت للمستفيدين من المشروع اجتمعنا وزارة الصحة لنشوف أمكانية إضافة هذه الشريحة التي تقدر تقريباً بـ 15 ألف كرت جديد أو حجم الشريحة كاملة فتفضلت وزارة الصحة مشكورة وقالت أن نعم بالإمكان إضافة هذا العدد وأيضاً تطوير المستوى للتأمين الصحي عافية من جهة أخرى لا تزال غضية تعديل المادة 79 من دستور محل شد وجذب بين نواب حيث تساءل البعض عن فائدة هذا التعديل وواقعيته يتعارض هذا التنقيح مع المادة السادسة من الدستور لأن السيادة في الشريعة الإسلامية ليست للأمة ولا الأمة مصدر السلطات كما هو وارد في الدستور الكويتي يخالف أيضاً المادة الثانية من الدستور لأن المادة الثانية تسمح للمشرع بأن يأخذ بغير الشريعة الإسلامية وأن تكون ليست الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع أنا أستغرب من هذه الطروحات وخصوصاً نتكلم على تعديل المادة 79 من الدستور تم طرحها في فترة ماضية وتم رفضها من سمو الأمير حفظ الله ولذلك العودة وطرحها نفس الموضوع بنفس الأفكار هذه لا يخدم أحد تعديل المادة 79 من الدستور لنتحمي أبنائنا من خطر مستقبلي قادم وكان عدد من النواب قد وقعوا طلباً على تعديل المادة التي تنص على أنه لا يصدر قانون إلا إذا قره المجلس وصدق عليه الأمير بإضافة على أن لا يخالف الشريعة الإسلامية وهو نفس التعديل الذي رده سمو الأمير في مجلس 2012 للمبطل الأول ترجمة نانسي قنقر